موسيقى موسيقى في نوعية الأسلحة بسرعتها بقوتها بعددها بنقطويتها برسائلها الردية والردعية هي رد على ما قام به إسرائيل وردع لما يمكن أن تقوم به إسرائيل رسالة قوية جدا بالرد وبالردع مزدوجة نحن كلبنانيين بشكل عام إيران عرضت علينا تسليح الجيش اللبناني ولم تقبل الحكومة اللبنانية التي كانت موالية لأمريكا وأمريكا في المقابل لم تعرض علينا تسليح الجيش اللبناني حينما حصرنا وأراد قطع الأمريكي المزوت عن لبنان ليقتل الأطفال ويقتل مرضى كورونا في المستشفيات إيران التي أرسلت لنا بواخر المزوت لا شك أن الرد الإيراني هو رد كان لابد لإيران أن ترد لأنه كما لاحظنا في الأيام الماضية وخاصة بعد اغتيال أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله بدأ الموقف الإيراني في مكان آخر في وضعية لا تحسد عليها إيران وبدأ أن السكوت في حال لم ترد إيران فإن تداعيات ما جرى في لبنان سيصل إلى إيران نفسها ما يجب أن نقوله نيالا الإيراني بوجه لو رديته على اغتيال هديه ما كان قتل أمين عام حزب الله لو كان الرد بنفس القول اللي عم تردوها ما كان قتل أمين عام حزب الله الاستهانة الإسرائيلية وصلت إلى اغتيال أمين عام حزب الله عندما وجدت التردد الإيراني عندما وجدت أنه عملت وعملت إسرائيل وما حدا رب وعم بيوقفها أنا تصور الآن الأصابع على الأزندة والصبع على الزناد كل شيء جاهز وكل السيناديوهات هي في الحقيقة جاهزة لدى الإيراني هذا التأخير الذي حصل بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية هذا يعني الكثير الإيرانيون أعطوا الفرصة الكافية